طيب صالح جمعة دخل التشكيل وكان من المفاجآت السارة عند الاهلوية بعده طول غياب جدا لدرجة انه بقى ترند لمجرد انه دخل التشكيل وحس بقيمته عند الجماهير وحس لتعطش الجماهير انه ياخد فرصته هو المشكلة دائما في حجم التوقع فبرضه الجمهور متوقع انه حيشوف صالح جمعة اللي في ذهنه لا محتاجة بعض الوقت يعني محتاجة بعض الوقت وده الكلام اللي قاله النجم الكبير عماد متعب عن صالح جمعة انت نفسك في الملعب وانت اللي هتخرج نفسك برا لازم تبقى انت اللي عايز لازم تبقى انت اللي موجود لازم تبقى انت اللي ملتزم لازم تبقى انت اللي عايز الحتة دي صالح لو ركز في الحتة دي مش هيخرج منها لو ركز انه هو لعيب اساسي وجاهز وبيفكر في الكرة مش هيخرج من حتة دي لان انا انا في جملة بس والله هقولها له يمكن قلتها قبل كده نعم وكاد بتتقلن كل يوم يعني كابتر حاس الحمدي كابتر السليب الله يرحمه نعم ايه كابتر خطيب في الاجتماعات على طول اي اجتماع قاعدين هنقول لكم حاجة واحدة بس نعم انت تقدر تعمل اي حاجة بعد الكرة نعم الا انك ترجع تلعب كرة تاني نعم فكنا خلاص احنحافظنها نعم معرفتش قيمتها غير لما ابطلت انا نفسي ارجع لعب كرة تاني مش قادر فيا صالح عندك الحياة كلها ربنا يديك الصحة بعد ما اتبطل نعم تركز في الكرة لحد ما اتبطل وبعد ما اتبطل عيش حياتك زي ما انت عايز لانك لو بطلت هتحس احساسي اللي انا حاسه دلوقتي انها نفسها يبقى موجود في الملط ومش قادر نصيحة ان واحد لسه مبطل بقاله سنتين يبني ده اكل عيشك ده رزقك ده مستقبلك مش هتجيلك فرص ان الناس بتحبك الناس بتحبوا حب غير طبيعي يعني الكلام اللي قاله كابن عماد صحيح مية المية كل حاجة تقدر تأجلها الا لعب الكرة لان امر طبيعي طبيع عمره معين وانا مرة كتاب في المصار في المصار ما كنت بكتب ممناسبة لعب كان فز وبرضو كان يهدر الوقت الكثير في انتظامه في الملعب سواء بمشاكل او بحاجات تانية وقلت له تعليق انا متذكره بيأكد على هذا البنك الوحيد اللي ما تعرفش تحط فيه لكن تصرف منه واللي تصرفه ما تقدرش ترجعه هو بنك الايام بنك العمر لما اللي بيعدني مش هتعرف ترجعه مش همديه تاني يلعب طول ما انت قدر تلعب وبعدين يعمل اللي انت عايشه بعدين ترجمة نانسي قنقر